احنا بالمناسبة انت موجود معنا في يوم لذكرات يعني عزيزة جدا على جماهير الكرة في مصر بشكل عام وعلى جماهير النادي الاهلي بشكل خاص يعني لو تفتكر 89 زي النهاردة لا انا موليد 84 بس اكيد تسمع نقول كابتن حسان حسن في الجزائر لو وصلنا الكاس العام لا لا اكيد طبعا الكابتن احمد الكاس اللي عمله له زي النهاردة كده كابتن احمد وورده من الزكرات الحلوة جدا للنادي الاهلي بس دي بقى في 2012 الاهلي كان فزع الترجي في رادس وحصل على بطولة افريقيا يعني واحدة واحدة برضو من من والترجي برضو سبحان الله الترجي حظينا معها حلو دايما وكعبينا دايما عليه عليه تعديلنا معها في 2001 ده جون كابتن سيد عبدالجون دينا ما سهوش 17 كوبمبر سيد عبدالحفيز في رادس جون علامي كده من نص الملعب بعد دائرة النص بالزبط كده بعد دائرة النص كده حطها دخلت وكان مباراة صعبة جدا نفكر ماتش دا كويسة قبل إن شاء الله ويكمل النهاردة كمان بفوز المنتخب المصري إن شاء الله يمكن نتيجة 2-0 فهنا اتمنى ان المكسب للمنتخب ويبقى يوم حافل دا طبعا يعني دا لو تفتكروا معنا دا جول كابتن سيد عبدالحفيز على الهوى هو اه طبعا دا جول ما يقدرش يتنسى احنا 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 في تونس لينا مجموعة اهداف تاريخية يعني يمكن يمكن على الرغم انه كل فرق تونس النجم الافريقي الترجي كلهم مطشط بتبقى دايما من الوزن التقيل من العارة التقيل يعني وبنبقى دايما شايدين هم المواجهة مع فرق تونس لكن احنا في تونس الاهلي في تونس عامل على اختلاف الأجيال مش بكلم على جيل واحد ولا بتكلم على جول كابتن سيد عبدالحفيز على تاريخ طويل جدا حقق نجاحات كبيرة جدا على فرق تونسية في ملعبنا وطبعا زي ما بتقول حضرتك يمكن دا بين في نتائجنا معاهم بين في الصفاقس 2006 وبين في نتائج كبيرة جدا يمكن انا حققت اكتر مفوز مع النادي الاهلي حتى حققنا اخدنا من كاس السوبر الافريقي من النجم السحيلي في اسيوبيا فاحنا الحمد لله دا واصل حتى الفرق الشمال افريقيا ان على طول النادي الاهلي دا بيديك افضلية ان انت بتلعب دل ترجي تنتصفاقس دل نجم هو عنده معنويا لا الاهلي راكبني على طول الاهلي نتائجه معايا هو الافضل فعشان كده لما بتلاعب الفرق دي بتلاعب النادي الاهلي هو المسيطرة هو اللي بيحقق نتيجة ايجابية فده طبعا بيدي تقل للنادي الاهلي واسم النادي الاهلي الكبير اكيد